السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه تنسور ارت. ده مستو نوع في موديلس كتير جدا جدا في الوصف. لو جيت هنا هتلاقي آلاف الموديلس اللي تدرس شعر عليها. يعني تدر تعمل نمازج مختلفة كتير جدا. طيب خليني ابدأ هقول له هنا كريت بيقول لي هنا ابدأ اختار الكلام اللي انت عايزه فانا هقول له مثلا ازيس اند ازريس. نشوف هيطلعها بان شكل. تعم? الناجاتيف لو في كلمة معينة عايز ان انت تحزفها. هنا الموديلس اللي موجودة في حاجة كتيرة جدا تقدر ان انت تختار اي حاجة انت عايزها. تمام? تقدر تقول له مثلا ان عايز ميل عايز على شكل جيمز على شكل دزاين زي ما انت عايز. العشكال كتيرة جدا تقدر تختار ويديك نفس الستيل اللي انت عايزه. يعني عايز حاجة طبيعية عايز حاجة كارتون عايز حاجة انيمي. تقدر تختار خيال علمي زي ما انت عايز. يعني تقدر تعمل للصورة الاف الحاجات. مجرد ان انت بس بتغير الموديل. لورا بيديك زي لير او شافية او بيديها ستايل معين اضافي للحاجة اللي انت اخترتها. يعني ممكن تكون انت عايز حاجة بيكسر ستايل يبدأ ان هو يديك الليير ديت. يعني الموديلس دي بتبقى حاجة عملاقة انما الليير ديت او لورا بتبقى حاجة اضافية على اللي انت عايزه. فممكن بعد ما نختار نختار نجرب اللورة جديدة. طيب هقول له بقى كري او جنريت. يبدأ بقى يعمل لنا صورة. دي مرة عمالها بلكده. ممكن كل ما نغير للستايل يطلع لنا صور مختلفة تماما. وحتى ما نغير لستايل كل مرة بتطلب منه حاجة بيغيرها لك. وانا عنده حاجة اسمها امش تو امش يعني تدي له صورة وتقول له انا عايز صورة تانية بس بسلوب مختلف. يعني تدي له صورة طبيعية وتقول له انا عايزها بشكل مختلف. طبعا هو عملها بالافرو سنتر وديه طبعا مرفوضة فهنقول له لا الغلنا الصورة دي. يعني هنش فارع معناه ابايد ولا سود. لو شخص اسود احنا عايزين نطلع اسود. يعني مش عايزين عن طريقة العبيض. تمام فهي مش عنصرية ولا حاجة. لكن احنا بنحاول نحنا نلتزم بالحيئة يعني. طيب. هنا لورا بقى ممكن تبدأ تدور مثلا على ستايل كده ستايل كده ستايل كده. تعال نشوف لو هو عنده حاجة مصرية. ممكن مسلا تجرب بالستايل دوت الستايل دوت وهكذا. ونقول له ونعمل الصورة. بتاخد كذا مرة على ما تطلع الحاجة اللي انت عايزة. في عندنا هنا كنترول نت يعني بتدي له حركة معينة. هو يبدأ التزم بالحركة بالشكل دوت. الريفرنس اللي احنا ندهوله. وبعد كده الابعاد اللي احنا عايزين نشتغل عليها. عشية تبدأ بقى الحادة ما توصل للصورة اللي انت عايزة. تمام? ابدأ اجرب ستايلات كتيرة. ابدأ اجرب مدرس كتيرة. زي ما تشايف التجربة مجان يعني. فخلينا بردو نشوف حاجة مصرية. انت خليل ان انت ممكن تدي له اي حاجة عادية. هو يبدأ ان هو يديها الستايل المصري. ممكن نشوف الانيمي مثلا. الكونسبت كارتون اي حاجة من الحاجات الخالي العلمي مثلا. هو مش هيحط الصورة دي بس هو هيدي الستايل بتاع الالوان والشكل والحاجات دي. طيب خلينا اقول له كده جنريت ونشوف اللي هيحصل. او ممكن انا اللورة نزودها شوية او نقليلها شوية لحد ونصل للصورة الكويسة. او الموقع زريف ممكن تطلع منه حاجات تحفة يعني. اي صورة تبدأ بقى من تتكبرها. ممكن تبعطي ايميش ممكن تقول له انيمي عايزين نحرق صورة معينة وتدينه مسلا بروميت. دي قصة ازيس و ازوريس. مش لازم ندخله في تفاصيل قوي. انا درست مرتين فبيعمل لي صورتين مر بسرعة يعني. انت عايز الفيديو يبقى كم فريم في الثانية? كم مشت في الثانية? هسبب ما انت عايز? انت عايز كم فريم. يعني عندنا 16 فريم. كم فريم في الثانية? اربعة. يبقى كده هديك اربعة ثواني. فبيزهر لي الفيديو بالشكل دوت. فموقع جميل ممكن نجربه كثير.